السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في فيديو جديد وفي وصفة جديدة على قناتكم الطبخ كوزين دو صوفيا أتمنى من الله تكونوا كلكم باخر وعلى خير أنتم لم تشاهدوا هذا الفيديو وصفة اليوم ستكون عبارة عن كيكا بشكلات كتجيبنينة بزاف وبصلصة أكثر من رائعة فما نطوش عليكم منذ المقادر والطريقة للتحضير على بركة الله بالنسبة المقادر سنحتاج ثلاثة دل بيضات يكونوا في درجة حرارة الغرفة كأس الا ربع دا السكر سانيدة نص كاس ديال الزيت كأس الا ربع دا الحليب بارد ونص كاس ديال بودرة كاكا ولمور عندي معلقة دا القهوة سريعة دوابان قبصة ديال الملح نص حمضة اللي غدي نحتاجو العصر ديالها وغدي نحتاجو أيضا السكر فاني وصاشي ونص ديال خاميرات الحالويات نبدو على بركة الله غدي ناخدو نص حمضة وغدي نعصروها في الكاس الا ربع دا الحليب وغدي نخليه جانبا حتي تقبع دا الحليب ويولي الشكل دياله خاتر يعني كي يخسر غدي ناخد الخلاط الكهربائي مولينكس وغدي ندير فيه البيض ويكون في درجة حرارة الغرفة باش يطلع معاكم بالزربة غدي نضيف له السكر سانيدة وقبصة ديال الملح وغدي نخلي كل شي كي يطرب غدي نضيف لهم الساشي ديال فاني هاد كيكا راه اقتصادية لا في المكونات ولا في الوقت راه يعني كتوجد بالزربة وكتجبنين بزاف غي يجربوها ان شاء الله غدي تولي محتملة عندكم غدي ناخد المعلقة ديال القهوة سريع الدوابين وغدي نحاول ندوبها بشوية ديال الماء باش مالي نضيفها الخالط ما يبقاش لي يعني ذلك الكويرات ديال القهوة غدي نزيد الزيت النباتية ويعني اضطرب راكي اضطرب وانا كنضيف الزيت بالتدريج غدي نزيد دابا الكاس الار و بعد الحليب اللي عصرنا في الحامض كيف ما كتشوفو راه تقطع ودور دياله كي يجيب الكيكا شيشة بزاف كيعطيها واحد لها شاشة غدا نضيف القهوة كيف كتليكم ماذي اختيار يمكن لكم تصغنوا عليها يلا بغيتو غدا نطرب كل شي مزيان سافي وغدا نتوقف على التطرب غدا ناخد واحد الإناء غدا ندير فيه كاسونس ديال الدقيق الأبيض يكون نوعية جيدة دي ما كن اكد عليكم النوعية الجيدة باش نشحو معكم الوصفات غدا نزيد عليه الساشة و نصدر الخميرة ديال الحلوة يعني في المجموعة 12 جرام تقريبا غدا نزيد نصف كاس ديال كاكاو المور يكون نوعية جيدة باش اعطيكم مدق زوية للكيكا ديالكم يعني تقريبا هنا عندي ثلاثة المعالقة كبار ديال كاكاو يكونوا عامري مزيان غدا نخلط النواشف مزيان غدا نضيف لهم الخليط اللي خلطنا في المولينكس ترجمة نانسي قنقر اضغط المول زبدة نضيف الخلط مخفيف نضيف كمية كاملة نضيف بصعد المول ثم نضيف حرارة 180 نضيف حرارة 180 نضيف ماما نحص بها نشفى نشفى شاد تفرزها وكاد جزوينة بزاف كاد جيه شيشة غاد ناخد واحد العدل شوى او لا كيغدن ولا فوخشات ولا موس موهم غاد ناخدوش اادات لغاد نقدر نتقبو بها الكيك غاد نديرو توقوب في الوجه ديال الكيكة كاملة وفي الجناب خصوصا مع الجناب كيكونو شوية يابسين وغادي هنا يا كاز ديال الحليب غادي نسقي به الكيكة ديالي مزيان غادي نكب هدك الحليب كامل على الوجه ديال الكيكة وغادي نخليها حتى تشرب هدك الحليب على خاطرها وتبرز وانتوزو دبين شوى قصة حليب 3 شحة تم للبودرة أربعة المعالق كبيرة وضفت ليهم ساشا ومعالقة كبيرة ومعالقة كبيرة ومعالقة كبيرة ناحبك الكيكة نضيف سكرسانيدا والفاني والكاكاو نضيف الحليب نضيف حليب ونضيف مرحبا نضيف حليب نضيف مرحبا اضيف مرحبا نضيف حليب نضيف مرحبا نتوقف عن التحريك حتى توجد ملصيف نضيف لها معلقة صغيرة الزبدة نضيف لها بلقة صغيرة الزبدة نضيف لها بلقة صغيرة الزبدة نضيف لها بلقة صغيرة كيف يمكونات مكوناتها اقتصادية شوفوا لي القوام واللون نكبها فوق الكيكة ونحاول نوزعها بشكل متساوي وندخل الكيكة لتلاجة بردم حتى تشد راسها نتلاقوها ان شاء الله لنزينها ونقدمها في طبق التقديم نضيف راسنا وعندما نحاول كيكة باردات راسها افتق النقطة ثم اغطيها لكيكة ونستخدم ردات راسها صديقة ثم اغطيتها ونضفع شوكولة نضيف شوكولة نغطي الوجه كله بشوكولات نغطي الوصفة سهلة و اقتصادية نشارك معكم قطعة لكيكا نضم الكيكا نضم الكيكا نضم الكيكا نضم الكيكا نتمنى ان تكون اعجاب واتشوفوا هذا الفيديو ان تضغطوا في هذه المنم اعجبوا ان تقوموا بجراسة وفعل الجرس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا عليكم على المتابعة شكرا على المتابعة اشتركوا في القناة